تحياتي أنا رواية عمر سعيد من لبنان وسأطل من وقت لآخر بقراءة مقاطع من الروايات التي أصدرتها واليوم سأقرأ مقطعا من روايتي من بيت الطين إلى علنعيا كنت إذا غنت أمي أحتلب الدمعة من عرب صوتها الأبيض لم تكن تعرف إلا سلم سطح بيتنا الخشبي كانت تصعده بإيقاع يتردد من أخمس قدميها الحافيتين كانت قدماها تبارك الأرض تحت وقوفه تنشر فوق السطح شرائح البندورة والبالجان والفليف الخضراء والزليب كما لو أنها تكتب نوتة موسيقية على خطوط ريفيتها المشبعة حبا وحياء كان سطح بيتنا لوحتها التي ما خضعت للمسال العالمي متاثا لأنها كانت ترسمها لظرى فيها أطفالها الذين تنتظر كانت تنتناتها أولى أسرة السلام التي حملتني قبل الولادة وبعدها لأنني كررت عليها السؤال أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة هل كنت تغنينا حين كنت جنينا في رحمك فتقول كنت أشعر طوال فترة حمل بك أن نفسي فاتحة على الغناء ولا أذكر أني غنيت في حمل كما فعلت أثناء حمل بك ثم تغمرني بقوة وتترك دمعها يشعل حبها لأشعر بانقباض لم أذرك سببه إلا يوم دخلت عليها وهي توضب حقيبة سفري كنت في الخامسة عشر من عمري وفي طريقي إلى بغداد بهدف الدراسة لم تكن تغني كانت تأم فقط لا أحتمل سرد مشهدية تقديم هذه الملابس بأن لا أنهار وقد قتلتني ذاكرتي ولأن الأهم هو هذا النص الذي أظنه إبداعيا أذكر أنها وقفت أمامي مسحت بيمينها على خدي دون أن تعالقني وغنت أولو العين الشمسي ماتح ماشي نحسن حبيبي الألب صابح ماشي ثم اخترقت وغادرت الغرفة كنت في أماس بغداد البعيدة أخفي رأسي عند النوم بمنشفة عطرتها أمي بصدرها الذي ظل حليبه على أطراف لساني لأرتشف صوتها وذمعها دون أن يشفق علي أحد عندما ماتت أمي عدت من السفر قبل دفنها بساعات خلعت رجولتي خارج الباب وخطوت صوبها طفلا ما غادر بيتها قط وقفت فوق رأسها نظرت طويلا ثم أعدت غناء ما ودعتني به قولوا لعين الشمس ماتح ماشي يومها أدركت لما كانت أمي تغني لي فبعض الذبع ليست مصدره العيون كانت تعرف وهي الأمية أن الإنسان لا يغني إلا إذا ابتلعه الفراغ كانت تشغل نفسها بمهاب البيت والأسرة وتربيتنا وتربية الماشية والتجاج وزراعة الحبق والحب والأمل فينا دون أن تتوقف عن الخناء كانت تعرف حيواناتها وتغني وتحممنا وتغني وتحصد بالأجرة وتغني لم تكن تتوقف عن الخناء إلا إذا ذاهمها البكاء كانت تغني لتطرد الفراغ الذي كان يحتلها كانت تعرف أن من تغني له أكثر سيبتعد عنها أكثر ورقما لن يعود لذا قلت في روايتي الثالثة سوق الملح لا يحك لمن غادر منزل أمه بقلب يافع أن يرجع ليزور قبرها بقلب حطمته الغربة تحياتي وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر